الكثير من الصحفيين حول العالم يواجهون تهديدات بسبب تغطيتهم لأخبار جائحة فيروس كورونا من أبرز هذه الدول هي الصين التي لا تزال تضيق الخناق على الحريات وحتى على الأبحاث التي تتناول أصل هذا الفيروس وسبب انتشاره وتمنع نشر أي نتائج توصل إليها علماؤها وفق عدة وسائل إعلامية نادي المراسلين الأجانب في الصين أعلن أن الصين استخدمت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والترهيب والقيود على التأشيرات للحد من التقارير الأجنبية في عام 2020 ما أدى إلى تراجع سريع في حرية وسائل الإعلام هناك وللسنة الثالثة على التوالي لم يخبر أي صحفيين المجموعة أن الظروف العمل قد تحسنت أفق ما ذكر أنادي في تقرير سنوي يستند إلى 150 ردا على استطلاع رأي للمراسلين ومقابلات مع رؤساء المكاتب وجاء في التقرير أن كل أذرع الدولة بما في ذلك أنظمة المراقبة التي تم إدخالها للحد من فيروس كورونا استخدمت لمضايقة وترهيب الصحفيين الأجانب وزملائهم الصينيين وأولئك الذين سعت الصحافة الأجنبية لإجراء مقابلات معهم أضاف أنادي في تقرير له أن السلطات أشارت إلى مخاوف تتعلق بالصحة العامة لمنع المراسلين من الوصول إلى المناطق الحساسة وهددتهم بالحجر الصحي القصري كما تم استخدام قيود التأشيرات أيضا للضغط على الإعلام وأوضح النادي أنه تم منع ما لا يقل عن 13 مراسلا من الحصول على أوراق اعتماد صحفية صالحة لمدة 6 أشهر أو أقل علما أنه من العادة أن يحصل المراسلون الأجانب المقيمون في بكين على تأشيرات لمدة عام ويجب عليهم تجديدها سنويا أضاف نادي أن الصحفيين استخدموا أيضا كأدوات في الخلافات الدبلوماسية الصينية وأكد التقرير أن الصحفيين الذين يكتبون من شين جيانج حيث تتهم بكين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان واجهوا أيضا مضايقات شديدة بشكل خاص